السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الأعزاء وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة سوف أقدم اليوم تفسير اسم علياء في المنام أولا سماع اسم علياء في المنام من سمعه في المنام فأنه يبلغ علوه فيما يسأل أو ينشد أو يتمنى ومن سمعه يجري على لسان امرأة أو قول شيخ نال السمو رؤية اسم علياء مكتوبا رؤية هذا الاسم مكتوبا تدل على علوه وترقي ونجاح دائم وقيل الكتابة في المنام ترصخ معنى الاسم فإن كتب على رمل زهب معناه وكذلك إن كتب بماء الزهب والأفضل تأويلا أن يكتب هذا الاسم بالفضة لكي يترصخ المعنى وتقوى الدلالة وهو خير مكتوب إذا ما رآه النائم في السماء بين النجوم معنى اسم علياء في المنام للعزباء مثله في الرؤية كاسم عالية يصف عزة الرائية ونبلها وفخرها وقيل من ترى في المنام امرأة أو فتاة اسمها علياء فأنها تبلغ العلو في مقاصدها فأما هو تعبير نجاح فيه تفوق أو صفر فيه زفر أو زواج مبارك يعلي شأنها تفسير اسم علياء في المنام للرجل من رأى من الرجال هذا الاسم أو يرى امرأة يعرفها تدعى به فأنه ينال دنيا فيها عز وشرف ومقام رفيع كما تدل الرؤية على الرقية والعفة والتأني بالنفس عن الهوى وربما دلت على النصر أو النجاح وقيل معنى الرؤية بلوغ المجد والله أعلم خاصة إذا ظهرت المدعوة في الرؤية شديدة الحسن والجمال معنى اسم علياء في منام المطلقة ما من مطلقة أو أرملة ترى هذا الاسم في منامها أو ترى شخصية تدعى به إلا ودلت رؤياها على علوه وسموه وقد تدل رؤية هذا الاسم على زفر بما هو أرفع وأنبل تفسير اسم علياء في منام المرأة الحامل هذا الاسم يدل على تجاوز كل الآلام وكل الأوجاع وفيه تبشير بالسلام خاصة إذا ظهرت علياء في المنام مبتسمة والخير كل الخير في رؤيتها جميلة أميقة بحل باهية ووجها مشرك معنى اسم علياء في منام المتزوجة من رأت هذا الاسم من المتزوجات أو رأت امرأة تدعى به فأنها تصيب علوه وفخر في عمل أو إنجاز أو ربما يصيب ذلك أحد أولادها وعلياء في منام المتزوجة تصف علوه قدرها لدى زوجها وأهلها وصحبتها وربما دل الاسم على مجد قادم خاصة إذا كانت علياء من صديقات الطفولة أو جارة قديمة وربما تعود كل هذه المعاني الإيجابية على الزوج معنى اسم علياء في المنام للعزباء مثله في الرؤية كاسم علياء يصف عزة الرأية ونبلها وفخرها وقيل من ترى في المنام إمرأة أو فتاة اسمها علياء والآن ما هي صفات حاملة اسم علياء؟ فهي تحب أن تتعرف على كل ما هو جديد كما أن لديها حب استطلاع عالي تتميز بالمشاعر الرقيقة كما أنها حساسة بدرجة عالية يمكن أن تبعث الكثير من الطاقة الإيجابية لمن حولها كما أنها خفيفة الظل بشكل كبير تحب أن تظهر دائما بأناقة وشياكة وتحب أن تطبع الموضة تحب الكراءة كثيرا تحب أن تمارس الرياضة طموحة هي شخصية تتميز بالزكاة تحب أن تساهم في العديد من الأعمال الخيرية يحبها الكثير من الأهل والأصدقاء لروحها الخفيفة وخفة ظلها وإلى الآن تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسير جديد ادعمونا دائما بالضغط على زر أعجبني والاشتراك في القناة ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة